نبقى في أخبارنا الرياضية حيث كشفت مجلة فوربس العالمية عن قائمة بأغلى المنتخبات العربية مصر حلت في المركز الثالث عربياً في قائمة اختصرت على تسعة منتخبات فقط رغم أن كرة القدم تعتبر رياضة الأكثر شعبية في المنطقة العربية إلى أنه لا يوجد سوى تسعة منتخبات عربية فقط في قائمة أغلى مئة منتخب على مستوى العالم تبلغ القيمة السوقية للفرق العربية التسعة مجتمعة 880 مليون دولار حصلت مصر على المركز الثالث بـ 183.700 ألف دولار وذلك بفضل سعر اللعب المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي بسعر 121 مليون دولار وهو ما يمثل أكبر من 65% من قيمة الفريق سبق المنتخب المصري في الترتيب كل من المنتخب المغربي في المرتبة الأولى بقيمة سوقية تبلغ 287 مليون دولار ومنتخب الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 236 مليون دولار تليها مصر زي ما قلنا بـ 183 مليون دولار جاء منتخب تونس في المركز الرابع بقيمة 66 مليون دولار إلى يورو 2020 حيث تغلب منتخب إنجلترا على نظير الكرواتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في افتتاح مباراة الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 واللي بتضم أيضا كل من منتخبي اسكوتلندا واتشيك يخوض المنتخب الإنجليزي البطولة للمرة العاشرة في تاريخه رغم ذلك لم ينجح في تحقيق اللقب بينما حصل على المركز الثالث مرتين يتواجد المنتخب الكرواتي للمرة السادسة في تاريخه وكان أفضل ظهور للمنتخب الكرواتي خلال وصوله لدور ربع النهائي في نسختين 96 و2008 أحرز رحيم ستيرلينج الهدف الوحيد لمنتخب إنجلترا عن طريق تمريرة استطاع أن يضعها بمهارة فائقة على يسار حارس منتخب كرواتي في البطولة أيضا حقق منتخب النمسا فوزا صعبا على نظير منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ملعب أرينا ناسيونالا في رومانيا ضد منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من كأس أمم أوروبا تقدم منتخب النمسا عبر ستيفن لينر في الدقيقة 18 واحتفل برفع قميص نجم المنتخب الدلماركي كريستين إريكسن الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاد أمس الأول ضد فنلندا بينما سجل نجم منتخب مقدونيا جوران بنديف هدف التعادل في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليسجل أول أهداف مقدونيا الشمالية في تاريخ البطولة في الشوط الثاني سجل ميكايل جريجوريتشا الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة 78 وهو الهدف رقم 700 في تاريخ مباريات كأس الأمم الأوروبية قبل أن يسجل البديل أرناتو فيتشا الهدف الثالث في الدقيقة 89 بادي النتيجة يحسن منتخب النمسا أول ثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويخوض منتخب النمسا بطولة كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بينما يظهر منتخب مقدونيا الشمالية زي ما قلنا للمرة الأولى في تاريخه عبر كل بطولات الأمم الأوروبية أيضا حقق المنتخب الهولندي فوزا غاليا على نظيره منتخب أوكرانيا بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب يوان كرويف أرينا في إطار مباراة المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها السادسة عشرة انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث تبادل المنتخبان شن الهجمات في الشوط الأول أهضر لعب المنتخبين العديد من الفرص الأكيدة والخطيرة وإن كان منتخب هولندا كان الأكثر خطورة خلال الشوط الأول في الشوط الثاني أحرز فينالدوم الهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة 52 ونجح المهاجم بوتر فيغورست مهاجم فورفلسبورغ الألماني في تسجيل الهدف الثاني لهولندا في الدقيقة 59 بعد خطأ من المدافع الأوكراني سجل أندريا يارمولينكو مهاجم مستهام الإنجليزي هدف منتخب أوكرانيا الأول في الدقيقة 75 من تزديدة بقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتمكن رومان يارميتشوك من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 79 قبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل الضهير الأيمن دينزل دومفريز هدف منتخب هولندا الثالث ليقود منتخب بلاده لفوز ثمين تقام اليوم عدة مباراة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020 على رسها مواجهة منتخب إسبانيا لمنتخب السويت في يورو 2020 كما يشهد اليوم مواجهة منتخب اسكتلندا لمنتخب تشيك بالإضافة إلى المباراة التي تجمع بين المنتخب البولندي والمنتخب السلوفاكي في إطار مباراة المجموعة الخامسة من بطولة أوروبا إلى كوبا أمريكا حيث حقق المنتخب البرازيلي فوزا مهما على منتخب فينزولا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما أمس في افتتاح كوبا أمريكا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية أحرز ماركينوس الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والعشرين من ركلة ركنية استضمت بأكثر من لعب لتصل إلى ماركينوس أمام المرمى ليوضعها داخل الشباك فيما سجل النجم نمار الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة الرابعة والستين من المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمنتخب البرازيلي ليسددها نمار بنجاح في شباك حارس فينزولا في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة أحرز جابرييل جابي الهدف الثالث بعد مراوغة رائعة من نمار ليمرر إلى جابي أمام المرمى الخالي ليوضعها بصدره في الشباك موسيقى